عود على بدء التدخل الإماراتي في سقطرة وحراك وطني يتسع ولكن هذه المرة تحت مظلة من تأييد أقوى الأحزاب في البلاد فقد جددت الحكومة خلال اجتماع خصصة جانبا منه لمناقشة الوضع في محافظة أرخبيل سقطرة وبحضور محافظة الأرخبيل جددت رفضها أي تشكيلات عسكرية نجري إنشاؤها في المحافظة بعيدا عن وزارتي الدفاع والداخلية لكن الحكومة اكتفت في التحذير دون أن تضمن بيانها الرسمي طبيعة الإجراءات الفورية التي ستتخذها لمواجهة مخطط إنشاء تشكيلات عسكرية كهذه على الرغم من خطورتها المهددة لكيان الدولة ووحدتها الترابية المواجهة بين الحكومة وطرف واحد في التحالف على الأقل هو الإمارات يمثل العنوان الأبرز للمشهد الراهن في اليمن بعد أن اندفعت الأداة الأهم للإمارات وهي المجلس الانتقالي إلى تبني إجراء متطرف في تعاطيها مع السلطة الشرعية ومع ثوابت الدولة اليمنية تحت أنظار التحالف وبدون أي ترد فعل يمكن أن تبرهن على النوايا الحسنة تجاه السلطة الشرعية ووحدة البلاد وفي الآن ذاته تتسارع التطورات على إيقاع من الحراك الوطني الذي يتسع نطاقه من تعز إلى المهرة مرورا بشبوى وحضر موت ما دفع الأحزاب السياسية الرئيسية إلى التعبير عن تعييدها لهذا الحراك وإن كانت قد قيدته بعدم تبني شعارات معادية للتحالف في بيان حمل العديد من المضامين الإيجابية وأخرى بدلالات قابلة لأكثر من تفسير وما يراه المراقبون هنا هو أن بيان الأحزاب يشكل أول تغطية لهذا الحراك الوطني الذي يجري تحت مظلة الجمهورية اليمنية ويفرض على ما يبدو واقعا جديدا بالنظر إلى الأوراق العديد التي يخلطها والقوى التي يحيدها بعد أن سعى التحالف إلى تثبيتها في المشهد السياسي كقوى أمر واقع لم توقع ثلاثة أحزاب على البيان وهي الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري وحزب العدالة والبناء على نحو يشير إلى أن مكونات الشرعية تقف عند مفترق طرق ومشاريع متناقضة ومثلها طرف التحالف السعودية والإمارات الذين يتقاسم النفوذة على معظم هذه الأحزاب